السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ايكم يا كمانات نرد ان شاء الله نعمل حاجة حلوة بمقادير بسيطة بكبات دقيق ومية ورشة ملح ورشة سكر بسيطة ده دقيق متعددة الاستخدامات انا فاجيبه دايما تمام ودي رشة ملح ورشة سكر ومية حسب ما دقيق ياخد معاك هنعجنها كويس هنعمل فطير بالسكر واللبن تمام هنجنها بقى مع بعض كويس حسب ما دقيق معيك هياخد انا خد مني نص كبات مية نص كبات مية هنا هي خلاصها جنتها هنسيبها تريح شوية لما فردها متبقاش بترجع تاني تريح قسمتها كده لتلات كرات وبعدين معايا مادة دهنية دي سمنة عشان تبقى تطريها ممكن لو حبه زيت و سمنة مع بعض ما فيش مشكلة بس السمنة بتخليها تريح هنا بقى بفرد وبعدين هكمل بقى بالنشابة فارد لحد ما تتفرد معايا اهو بفردها وبعدين هتطبقها مادة دهنية بقى جواها وهتطبق حاجة بسيطة كده بتراتيف سوابع بس مش بغرقها مثل الفتير الميشالتة اللي هو الكبير قوي ده تمام وهعملها على البتجاز من فوق في طاصة مش هعملها في الفرد تمام هنا اهو فردتها هكام حط بقى مادة دهنية بصوا عادي لو تقطعت منكم مفيش مشكلة يعني عادي بتحصل يعني مفيش مشكلة هتطبقيها بقى تطبقي وتحط بقى مادة دهنية كده بتراتيف سوابع كده عادي وتكملي بقى تاني تمام كده بقى حاسبها ترتاح شوية مش هحطها على النار على الطول هاسبها كده مع بعض يعني على بعض كده هكمل بقى الباقي وحرجع لكم تاني بصوا دي اتفردت معي بقى كده هاخدها بقى على النار هحطها على طاصة هحط فيها نقطة سمنة بالزبط اه بس اه في اول مرة بس بحط السمنة تمام اي طاصة بقى تيفال عندك او اي حاجة اه سيراميك مثلا اي حاجة مبتلزقش فيها تمام هنا بقى عايز اقول لكم الله طعمها كان حلوة جدا جدا وحتى مستنوش كل اللي اعمله وحط عليه سكر ولبن يكلوه يعني اول ما يعني وهي سخنة كده على النار يكلوها كان طعمها حلوة جدا تقدر يبقى طبعا ممكن تحشيها كاستر ممكن تحشيها مكاسترات مثلا اي حاجة اي حاجة موجودة عندك مفيش مشكلة اي اي او ممكن تحشيها سكر لو حبيني سكرها زيادة يعني ممكن تحشيها من جوه سكر بودر او اي حاجة هنا بقى انا حرش عليها انا قلبتها على الوش التاني هرش بقى عليها سكر بودر حاجة بسيطة يعني كده وهي على النار وحط عليها لبن وبردو لما اطلحها برضو هرش عليها برضو سكر بودر ولبن بس انا بعمل الخطوة دي ليه عشان تبقى طرية يعني بحط على النار لبن عشان تبقى طرية معانا متنشافش تمام بص هنا حاجة بسيطة يعني مش كتير يعني تمام بس كده وحتلحها بقى في طبق بره وهقطعها وحرش برضو عليها شوية سكر وشوية لبن بسيطة برضو هورها لكو دلوقتي برضو انا بقى طرية هورها لكو طرية ازاي ومورقة برضو يعني حلوة يعني وخفيفة جدا مش مش تقيل على المعدة ولا حاجة يعني خفيفة جدا وحاجة سريعة جدا وموجودة في البيت وولادنا هيحبوها يعني هنا بقى طرية عادي تمام ممكن بقى تحطي عليها اشتة من فوق مفيش مشكلة عسل نحلة ميش برضو ممكن بس احنا بنحبها كده سيدة يعني اخف برضو ودي ازواق كريمة ممكن ممكن مربة عادي يعني بس احنا يعني سيدة كده اخف بص حرش عليها سكر بودر تمام حابة تحطي حبة يعني حسب برضو يعني الطعم او انت حابة تبقى حلوة زيادة او حلوة يعني حلوة مظبوطة بس هي بتبقى حلوة مظبوطة يعني انا بديكوا النتيجة بعد ما اكون مجربوها اكتر من مر وحاجة سهلة وبسيطة اصف على اللبن لازم اللبن يكون مغلي تمام لازم اللبن يكون سخن ومغلي هنا بقى هو بوريكوا هي طريقة ازاي بصوا بصوا حنا بنشتروها من بره كده يعني هما بيعملوها بنفس الطريقة دي كده من بره وبيبعوها يعني بفلوس كتير تمام هنا دي كوباية دقيقة عملت بها التالتة هنا بقى حطيت عليها جوز الهند ولو عجبتكم ما تنسونوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وباي باي